ملعب المباراة طيب خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد مساء الخير عليك كابتن إسلام ومساء الخير على كل مشاهدين وكل متابعة قناة الألف في كل مكان بالفعل كابتن إسلام يعني الأجواء انتهت بالنسبة لفندق لقامة احنا بالفعل وصلنا إلى أرض الملعب الأجواء كالعادة في فندق لقامة التركيز الكبير والمحاضرات اللي كانت مستمرة النهاردة مع كافة اللعبين نتعرف كابتن إسلام أهمية مباراة اليوم ترتيب نادي المقولون العرب بإجادة كابتن عماد النحاس مع الفريق أنه هو كمان يقدر يصل بهم للمركز الثاني من 13 مباراة 9 و20 نقطة فأكيد عندهم حماس كبير وعندهم جدية لكن في المقابل طبعا النادي الأهلي النهاردة بطل الدوري في مواجهة المقولون العرب اليوم ساعة سبعة والنصف الجولة 14 إن شاء الله كابتن إسلام النهاردة كل الظروف تكون مهيئة الفريق النادي الأهلي ميستر بايلر اشتغل بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية على التجهيز النفسي والتجهيز الفني والبدني للعبين اللعبين كمان طبعا كابتن شريف الكرامي كابتن عشور رحمة فتح كل لعب الكبار وليد سليمان جلسات كانت لها تحفيز كبير جدا لأن انت عارف كابتن إسلام أهمية المباراة دي جاية لمباراة النجم انت كنت أحد نجوم للنادي الأهلي كابتن إسلام وعارف أنه يبقى في حيز من التفكير في مباراة النجم الساحلية القادمة الهدف الكبير والأمل الكبير للنادي الأهلي لكن كالعادة زي ما لعبتنا معودانا وزي ما الجهاز الفني معودنا هي مرحلة مرحلة تسعين دقيقة بتنتهي ثم بيبدأ الاستعداد لمرحلة أخرى النهاردة كل الترتيبات الخاصة بمباراة اليوم فندو لقامة النهاردة اللعيبة قدت الغداء لإفطار الأمور العادية والاعتهادية للفريق كمان شريف إكرامي واللفتة كانت طيبة جدا واستمرار شريف إكرامي في الدعم والمساندة بجانب أنه كان عنده إصابة يعني نقدر نقول شريف إكرامي إصابة السمانة اللي بعدته شوية لكن متواجد بشكل مستمر بيتواجد على طول مع الفريق جمعيته أكتر من جلسة النهاردة مع اللعبين